زيكو بنات عاملين ايه نارد? هنعمل الكشرة بالعدس الاصفر ومعاس طلسة بتاعته بقى والطماطر. عليكو بنات بقى نقول مكوناته ايه? انا معي عدس اصفر معي نصف كيلو معي رز طبعا. اه بنحط بصو الرز ده قزية شوية من العدس ما بيبقوش قد بعض. اه بيبقى حوالي كيلو اللي ربع رز دي كده اقل من كيلو اللي ربع على نصف كيلو عدس. بصو انا هبتديد رؤسي ده انا حط العدس واحط بعد كده الرز عليه المنظمات دي بنات حلو قوي للبقليات يعني هتوها بجد بتنظم لكو الدنيا في المطبخ. بس هبتدي حط عليه الرز زي ما قلتلكو كيلو اللي ربع او اقل. ومعي هنا التوابل بتاعته معي معلقتين ملح معلقة كمون معي معلقة وربع كركم معي رشة فلفل اسود معي حبة السكر اللي بحطها لكل الاكل انت عارفين طبعا. معي ناتوم علشان السلطة والسلطة القوطة وعصر اربع تماطميات كبار علشان السلطة. وكمان بضيف عليها سلطة من اللي هي الجهزة. انا غسلت العدس الاصفر وعروز. اه هتعلو معي بقى على البتو جاز. نشوف هنعمل ايه. انا جبت اهول الحلة واحط فيها كمية زيت ممكن تحطي زيت او سامنة براحتك بردك ما فيش اي مشكلة اللي انت تحبيه بي. بس اما بفضل الزيت بيبقى حلو ما فيش مشكلة. وبحط التوابل. اه باخدها تقليبة في الزيت. آآ بصوا يعني زي اللي بتدي ريحة حلوة كده بعد كده للرز والعس. بتحطي كل التوابل اللي انت حضرتها معاك بتحطيها تديها كم تقليبة كده في الزيت. بس وبعد كده بتضيفي عليها الروز على العس الاصفر. آآ هو يعني عميله سهل قوي كأنك بتعملي روز دي بس تضيفت له عس يعني. مش اي حاجة صعبة. هو التوابل اللي هي حطناها زيادة. زي الكركم طبعا وزي الفلفل اسود. العس الاصفر دوت من الاكلات الشعبية الحلوة قوي يعني هو والكشري طبعا ده بيبقى حاجة فوزيعة كده. ومن ثالي هو اكلة سريعة يعني مش هتبقى برضو تمحتاجة وقت. احنا اتعودنا ان احنا نعمل اكل ايه سريع? اتعودوا معي على الاكل السريع. للاكل اللي ما بياخدش وقت. انا بقلبه علشان اجيبي التوابل اللي هي آآ اللي انا عملتها قلبتها في الزيت. انا عايزها كلها تتقلب مع روز والعطس. اديها تقليبة كده كويسة. عشان ادخلها فيها كلها. هسقيه بقى بالمية عادي كأنه بس يرز. ما نقطرش المية بردوك منينا علشان ما يعجنش. بس كده ما مفروش اي حاجة. انا اغطيه بقى. واروح يعني نروح نعمل الصلصة بقى مع بعض. انا جبت هنا الحالة التانية وحطت فيها شوية زيت. هحط آآ مفروم. هاخد منه حبة اللي انا كنت فرموه دوت. واسيب منه حبة صغيرين علشان سلطت الطماطب اللي انا هعملها. بس اللي عنده بقى يا جماعة الحلل الجرانيت والكده يا ريت يعني برضو المعالي السيليكون دي تبقى عندكو على طول علشان ما يتجرهش لان انا في الاول آآ استخترت شوية وبقيت استعمل يعني بستعمل الخشب برضو. بس آآ بقيت بقيت استعملها كتير. وانا يعني المفروض ما كنتش استعملت المعالي الخشب. يعني استعمله سيليكون. انا دلوقتي حمرت التومة وحطت عليها شوية خل. هضيف عليها دلوقتي عصير الطماطم اللي انا عملتو. اهو. واسيبها تسبك بقى مع نفسها كده في التومة وحط لها التوابل دلوقتي. اهو بس بصوا جفته سهل ازاي ما اخدش وقت. حط له معلقة ملح. بنحط لها حبة فلفل اسود. بنحط لها حبة كامون. شفتوا سريع ازاي. بيش اسرع من كده. احنا كل يوم نعمل وسطة سريعة. هعمل لكم ان شاء الله بازن الله سنية البطاطا. اه اللي هي في الفرن. بس مش هنعملها اللي هي البطاطا الصحيحة. خطوا رو اديني اقلت لكم التوابل. انا قلت التوابل صح? بس تضيع تقليبة كويسة كده وخلاص. واحط لها معلقة السلسة. معلقة السلسة دي بتدي زي طعم كده ونكهة الاستلسة اللي احنا بنعملها بتبقى طعمها حلو مش وحش. بس كده خلاص انا غطيتها. هاخدكم بقى ونعمل البصل اللي هو البصل اللي بيبقى مقرمش دوت فوق الكشري. بصل محمر. بقى قطع بصلتين كبار. انا قطعت وحطيت فتة صحب بزيء. اه حمره بقى وره لكم لما يتحمر كله. ودي الكشري خلص اهو. انا عملت السلسة واسمتها على اتنين. عملت واحدة بشطة وعملت واحدة عادية. وعملت سلطة القوتة بالتومة. آآ الفهانة وشافة على اللي هيجربة. لو عجبكو بقى الوسطة عمينوا اشتراك القناة ولاقيك للفيديو باي باي.